يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة واحد يعني اللي ظروف يعني صح هيه ما قدرش يطلع مبارح بس كان نفسه يطلع مبارح في كلمتين في القلب قلتش لهلكم برضو النهاردة موصل اللي بيحصل متكرر من سنوات أنا هقول لك حاجة أنا بقالي مثلا أنا كريم بقالي بتاع حوالي 25 سنة بتفرج وبتابع كورة واشتغلت كورة وشايف اللي بيحصل في الكورة المصرية من 25 سنة أنت ممكن من سنتين ممكن من عشرة ممكن من خمسين بس أنا هتكلم على اللي شفتوهم في 25 سنة في 25 سنة أنا اللي بشوفه كل يوم في الكورة المصرية حاجة ومشاهد مكررة لدرجة أنك تبقى حاسس أنك بتتفرج على فيلم ممل وطبعا ما لو ما يبقى فيلم فيه مشاهد شبه بعضها هتزهق مش هتعرف تكمله بس للأسف في الكورة أنت مضطر تكمل مضطر تفرج على كورة مصرية مضطر تستمتع بيها بتحب نادي بتحب منتخبك بتحب تشوف اللي بيحصل أفوا بتحب تشوف كل اللي احنا بنحبه في الكورة لعيبة حلوة مطشط حلوة مباراة حلوة فنيات حلوة حيات وتفاصيل بتحصل في الكورة أنت بتحب تشوفها بس مضطرة آسفا مع الحاجات دي تتفرج على شوية مشاهد وحشة مشاهد دايق من المشاهد اللي بتدايق اليومين دول مش هنموضوع سيف الجزيري وأنا بصراحة اليومين اللي فاتوا دول هقعد تبص هو إيه اللي بيحصل وجينا النهاردة أنا وفريق عمل البرنامج عشان نقول لك خلاصة الخلاصة في موضوع سيف الجزيري ليه؟ عشان هتلاقي كل طرف مسك حكايته حلوة مسك حكايته دي مسك حكايته الواحد يعني هتلاقي ناس على سوشن ميديا من جميل نادي الزمالك يقول لك اتحاد الكورة بيورد هتلاقي اتحاد الكورة يقول لك أنا مليش دعوة هتلاقي من ناحية التانية جمالين نادي الأهلي على سوشنة تقول لك والله طيما كده سيفي الدين الجزيري مشاركته مش رسمية ومش شراية فكده يبقى الزمالك عنده مشاكل هتلاقي كل واحد بصص للموضوع بحكايته وعلى فكرة هو ده منطقي وطبيعي يعني أنا ما منطقتش كل واحد مسك الموضوع بحكايته سأنا اللي مضايقنا أنا ومفودي دايق اللي باصص على الكورة من فوق مش مهمه النادي أو منتق أو التحاد هيتدايق على اللي بيحصل في الكورة المصرية مكفيانة أزمات مكفيانة مشاكل أنا لحظاته هشرح لكم الحكاية كلها عشان تعرف إنها حكاية بدون لازمة بدون لازمة في أخطاء آه طبعا في أخطاء بس مش كارسية بس هي أخطاء ولو كارسية فكارسية عشان هي مكررة أخطاء صغيرة أنا آسف اللي أنا أقول كده أنا آسف في حقيقة آسف بس أخطاء تفهم ما تستحملش إن احنا نحرق في أعصامنا كل ده ونفضل نتهم بعض كلنا وآسفين نضطر نخش في زمن بعض وآسفين مضطرين نقول إن ده بيفهم وده ما بيفهمش ده عارف وده ما يعرفش ده شاطر وده مش شاطر ونبدأ نتكلم كلام غصبا عننا لسبابين أول سبب إنه زي ما قلت لكم إن الأزمة مكررة فخلاص زيقنا بقى زيقنا من الكصص دي زيقنا وداني حاجة وده النقطة المهمة نقص المعلومات نقص المعلومات عندنا كلنا بس دايما بقول نقص المعلومة لما تبقى عند المصدر إحنا كمان ببعدها نقص المعلومة فإحنا كمان بنغلط يعني لو هو غلط أنا كمان ممكن أغلط غلط في إيه؟ إنه ما يديش معلومة صحيحة أو ما يديش معلومات كافية وبالتالي أنا مش هعرف أقولك معلومة صحيحة وفي نفس الوقت مش هديك معلومات كافية ليه يا سيدي بتداري المعلومة ليه يا سيد بتداري المعلومة فين بيان اتحاد الكورة لحد دلوقتي؟ باتوضح على فكرة اللي هقول لكم بعد شوية حاجات ممكن تبرق ساحة اتحاد الكورة ممكن أنا مش همسك طرف في النهاردة عفوا أنا أنا مش همسك طرف يعني مش هقولك إنه لأ اتحاد الكورة بريق مش هقولك الزمالك بريق مش هقولك المقولين بريق هسيبك أنت تتحلل للموقف بس هنشرحه بالراحة وبهدوء عشان تعرف إن احنا كنا في أزمة اليومين اللي فادوا دول بدون لازمة كلنا بنسرخ وكلنا بنزع كلنا نقول ده غلطان وده مجرم وده هو صاحب الكارثة ويطلع الموضوع في الآخر ما فيوش حاجة بس هقولك لو فيه بقى كارثة حقيقية في اللي هشرحولك بعد شوية ده فهي إنه مفيش موضوع بس يعني فيه فيه حاجة كده بتفضح يعني مش عايزة أقول مش عايزة أكبر الموضوع بس ليه الناس تكلمنا في أندية تونسية ونروح للفيفا ومش عارف إيه وتلاقي الموضوع كله 25 ألف دولار أكيد يعني مش قصة ولا حكاية أكيد والنادي الزمالك أعلن ده نهو مستعد طبعا يدفع حقوق الرعاية الأندية تونسية المستحقة فيه ما يخص انتقال سيف الدين الجزيرة من المقولين للزمالك يعني الزمالك نفسه ما عندوش مشكلة طيب ليه نستنى لما الموضوع يبقى فضيحة كده والناس كلها شايفانة بقى كانوا يقول إيه طب تعالوا نحل بقى الموضوع أنا دايماً بتكلم على أب الشغلانة أب شغلانة الكرة دي مين اتحاد الكرة أنت ما تسيبش حاجة وتقول أصلاً مليش دعوة حتى لو ملكش دعوة بس ما تقولش يعني هقولك بمثل بما أني ديت مثل لأب الشغلانة تمام ما ينفعش تبقى أنت ابنك عمل مشكلة وتقول لا أصلاً مليش دعوة وهو اللي عمل المشكلة أقول أنت بتعمل إيه أنت بتعمل إيه أنت بتحاسب ولا ما بتحاسبش أنت بتسأل ولا ما بتسألش أنت بتشوف ولا ما بتشوفش أنت بتقول للناس المعلومات أو الطريق أو اللوايا حيمشوا عليها إزاي ولا لأ دي مشكلة تتحاد الكرة بس الموضوع كله هو هو موضوع سيب جديد دي القصة بتاعت العقود والانتقالات والأعارة وانتقال حر وكام دا كله هوريجوا دلوقتي أنها تطلع هو ولا حاجة تعالوا وهنمشي مع بعض واحدة واحدة والسؤال اللي أنت هتسأله في بالك هحاول أجاوبه لك الموضوع اللي أنا هشنحول لك ده هو صعب يعني عادت أذكره قبل ما أخش الهو كتير قوي عشانحنا عادتا يعني كلنا ما نحبش نيره في اللوايح بس تعاون نفع تعاون نشوف عفوا امشوا معي بقى واحدة واحدة في يوم 31 يناير 2021 انتقل سيف الجزيري إلى نادي الزمالك على سبيل الأعارة من المقولون العرب انتقل امتى أنا بصو همشي سنة سنة هفضل أكرر 31 يناير 2021 قبل انتهاء العارة خاطب نادي الزمالك لاتحاد الدول اللي هو الفيفا لمعرفة مدى حقيته في ضم اللاعب بشكل نهائي نظرا لقرار منع النادي من القيد وجاء الرد من الفيفا بحقية الزمالك في ضم اللاعب نهائيا تمام يعني خلاص الزمالك خد موافقة الفيفا يعني الزمالك معلوش حاجة الزمالك خد موافقة الفيفا على انتقال سيف الدين الجزيري يلا خلال فترة القيد من 31 أغسطس 2021 حتى 7 أكتوبر 2021 أرسل مكويل العرب قائمة الأولية إلى اتحاد الكرة دون إدراك اسم اللاعب فيها ليصبح سيف الجزيري لاعبا حرا ركز معايا تعالي وركز معايا قوي بقى في دي اتحاد الكرة كان طلع تصريح وقال انه سيف الجزيري انتقل لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر طبعا يان هارا بيض ازاي لا في عقد ولا عقده سربة بعد كده والناس كلها عارفة مصر كلها عارفة ان سيف الجزيري راح اعارة بقى حقية الشراء لنادي الزمالك والكلام ده كله العالم عارفه مش مصر بس فازاي تقول لي انه هو لعب حر خد بقى دي اتحاد الكرة وده اللي كنت لست بقوله لك اتحاد الكرة بيعتبر سيف الجزيري لاعب حر عشان المقالولة العرب في قائمته الاولية في الفترة من 1-30 اغسطس 2021 حتى 7 اكتوبر ما كانش حاطة سيف الجزيري في قائمته وده على فكرة خطأ كبير جدا من المقالولة العرب وقتها ليه عشان لو الزمالك وقتها ما بعتش قيمة شراء اللاعب لنادي المقالولة العرب كان يبقى الزمالك ما عالوش حاجة كان ممكن ما يديش للمقالولة العرب بقى اي فلوس طيب والتحاد الكرة مش هيحاسب على الكلام ده يعني الكلام انت بتقوله دوت والتحاد الكرة مش شايفه يعني اتحاد الكرة ما عالوش عقد الاعارة وعقد البيع والكلام ده كله تفصيلة تانية مهمة ركز فيها العقد كان ما بين الزمالك المقولة العرب سيف الجزيري اتحاد الكرة مالوش علاقة ده عقده سلاسي بين الزمالك والمقولون وسيف الجزيري العقد ده في التفاصيل كلها بتاعة الاعارة وبتاعة حقية الشراء هتقول لي اتحاد الكرة ازاي ما يعرفش حاجة زي كده اتحاد الكرة اللي ليه اللي ليه انه يبقى عنده عقد في الاتحاد ما بين اللاعب والنادي اللي هو مثلا سيف الجزيري ونادي الزمالك تمن الاعارة او تمن المقابل المادي اللي هياخده اللاعب في الاعارة عشان التحدي الكرة ياخد النسبة بتاعته من الزمالك نفس القصة في الشراء ياخد النسبة بتاعته لكن العودة السلسية اللي بتحصل ما بين الاندية واللاعبين في مصر على الاقل مش موجودة عن التحدي الكرة مش العادي ده بس مش العادي ده بس وتحدي الكرة قانونا ماعلوش حاجة يقولك اماليش دعوة قدالية اسجل اللاعب ده هنا او اسجل اللاعب ده هنا إيش أقول أنت وده اللي حصل بالضبط وده اللي حصل بالضبط نكمل قام نادي الزمالك بقيد اللعب في قائمته قبل أنتهى فاطة القيد المحددة بسبعة أكتوبر وخلاص يعني كده بالنسبة للوضع فالزمالك خلاص أمان بند شراء والزمالك سجل اللعب في قائمته بس مرة أخرى الزمالك سجل اللعب حر هتقول لي طيب ما هو لعب حر يا كريم واحدة واحدة علينا عشان ما نتلغبطش زيك هو لعب حر ينفع الزمالك يضمه وهو موقوف عن القيد هو لعب حر بالنسبة لاتحاده الكورة هو مش موجود في قائمة المقاولين خلاص فهو بقى لعب حر بالنسبة لاتحاده الكورة طيب بالنسبة لناجي الزمالك الزمالك مع عقد بيقول إيه العقد ده إنه هو اللعب عارة بنية الشراء فأنا روح تقدمت اتحاده الكورة وقالت له أنا بالنسبة لي عقدي سليم بقعته للفيفا لو عايزت بقعته للفيفا أنا عقدي سليم بالنسبة لاتحاده الكورة اللعب حر يعني إيه لعب حر لعب حر يعني هو مش موجود في نادي الزمالك هيطلب كده في قائمة فاتحاده الكورة بعت للفيفا وافق إنه يتقايد في قائمة الزمالك ما بعد ما بعت نادي الزمالك الفيفا وسألوا أنا ينفع عايد اللعب ولا فيه فقال للزمالك آه ينفع تعيد اللاعب عشان العقد اللي معاك دوت عشان تستقرد اللاعب قبل إيقاف القيد فالتحاد الكرة عمل إجراءاته والزمالك عمل إجراءاته بس بالنسبة للتحاد الكرة عشان المقاولين محطش اللاعب في قائمته أصبح لاعب حر بالنسبة لنادي الزمالك أنا كده كده إيه واخده العرب نقيقة الشراء بس الحتة اللي على جنبه لو الزمالك ما كانش بعت للمقاولين فلوس شراء اللاعب كان ممكن يعملها ليه؟ عشان ده عدو ثلاثة بين الزمالك والمقاولين واللعب يعني ساعتها الزمالك والزمالك ممكن يقول له ملكش عندي حاجة بس يعني بتمشي تعرفين الأمور كلها بتمشي بالحب يعني هتمشي مفيش مشاكل وكده كده الزمالك اكيد ما كانش يعمل كده مع المقاولين بس بقولك الصغرة القانونية لو حد عايز يعملها أول المقاولين قالك كده كده بشف قائمته عشان كان جاله تليفون مسلا أو اتفاق مع نادي الزمالك احنا كده هنمد شراء اللعب فالمقاولين طلقوا من قائمته هكمل مع حضراتكم وهحاول على قد ما أقدر على قد ما أقدر أجاوب لكم على كل الأسئلة بس تفهموا صعوبة الأمر يعني صعوبة الأمر كبيرة على فكرة كاملة أجيبه لكم النهاردة ده ده التحقيق اللي حصل في اتحاد الكرة النهاردة جمال علام قطع أجازته في المعسكر بتاع المنتخب وراح النهاردة مع شوين الكونية والمسؤولين عن اللوايح والتفاصيل الأخرى واقعد معاهم وتلعوا بالكلام ده عشان بس تفهم أنه في الآخر مش هيطلع حد مدان مش بتلاعب بس عشان أصلا ما كانش حد بيقولنا المعلومات دي لو عارفنا المعلومات دي بكونناش هنحس أصلا أن فيه أزمة وقوم لو ما كانش حد كلمنا في تونس وقالنا أن احنا عايزين فلوس الرعاية برضو كناش هنحس أن فيه أزمة وهذا العيب وأفضل أقولك أنه هو ده العيب الوحيد نرجح تاني السؤال الآن هل يحق للزمالك قيد لاعب حر في قائمته رغم قرار منعه من القيد ده أنا شرحت لكم من شوية هل يحق لكم نصا تاني عشان تثبت في دماغنا الإجابة نعم يحق للزمالك قيد لاعب حر في قائمته وفقا للاحد شؤون وانتقالات اللاعبين بالفيفا المادة خمسة وعشرين فقرة تلاتة أجيم والخاصة بالاستثناءات المكررة الأندية التي تنفذ عقوبة إيقاف الكيد والتي تشير إلى الأربع احتمالات لكيد اللاعبين لا تتعارض مع قرار إيقاف الكيد ومنها الفقرة جيم التي تنص على جواز تحول عقد اللاعب المحترف من مؤقت اللي هو الإعارة إلى دائم اللي هو شراء النهائي بشرطة أن يكون هذا العقد المؤقت قد تم قبل توقيع عقوبة الإيقاف وإحنا قلنا أن الإعارة تمت قبل قرار الإيقاف كمل سؤال آخر كيف انتقل الجزيرة إلى الزمالك كلاعب حر رغم العقدة للزهرة مؤخرا وينص على أنه انتقالوا كان بموجب عقد إعارة بينية البيع شرح بها لكم ونقرها تاني يلا الإجابة العقد السلاسي بين المؤكد العرب والزمالك واللاعب الذي يتضمن أن انتقالوا على سبيل العرب مقابل 8 ملايين جنيه وفي حال التفعيل بند شراء يتحمل الزمالك 12 مليون جنيه هذا العقد يخص الناديين واللاعب فقط عقد سلاسي عقد سلاسي ولم يتم تقديمه لاتحاد الكرة وهو عقد غير ضروري لقد اللاعب في صفوف الزمالك لكن الضروري هو عقد اللاعب مع الزمالك فقط كي يتم توصيقه ده العادي جماعة مرة أخرى أنا معرفش يعني بصراحة معرفش صحة فكرة أنه لازم انتحد الكرة يباع عنده العقد السلاسي ده ولا بس owners متأكد منه انه لازم انتحد الكرة يباع عنده العقد اللي بين اللاعب والنادي عشان ي legitعون نسبة كمان من العقد ده اعوذون الت 3% على ما هتذكر من النادي فلازم يعده العقد اللي ما بين اللاعب وناديه الحالي العؤود السلاسية دي ممكن انتحد الكرة ما يهتمش ب fetch او مش مهم او مش قانوني او مش لازم يعني او مش هيوصل عنها اتحاد الكرة بس الطبيعة اعتقد يعني المفروض اللي عود دي في المستابة تبقى موجودة عن اتحاد الكرة لازم يكون مطلع على كل اللي بيحصل في الكرة المصرية او في المسابقة او في الانتقالات اظن يعني تعالوا نكمل سؤال اخر متى خاطب الفيفا اتحاد الكرة بشأن حق الافريق والتونسي في رعاية الجزيرة لدى الزمالك الاجابة في 23 ديسمبر 2021 ارسل الفيفا خطابة لاتحاد الكرة يسأل فيه عن التفاصيل المالية لعقد انتقال اللاعب من المقونون الى الزمالك ولم يتطرق الخطاب الى اي امور تتعلق بالكيد وقام اتحاد الكرة بالرد مؤكد انه لا يمتلك العقد السلسي بين الزمالك والمقونون واللاعب ولا يعلم شيئا عن تفاصيل المالية يعني اتحاد دولي خاطب اتحاد الكرة في 23 ديسمبر 2021 الكلام ده كان في اللجنة السبق اتحاد الكرة الحالي في اللجنة السلسية وسألوا فين التفاصيل الملايا يعني واضح أنه كان فيه طرف تونسي سأل على التفاصيل الملايا دي عشان عقد الرعاية وإيه تحدي الكرة قالوا ما ما عنديش العقد السلسي حتى هذه اللحظة فما عرفش التفاصيل الملايا بس اللي عرفه أنه اللاعب اعرى لنادي الزمالك في الوقت الحاج نكمل في 18 يوليو 2022 خدوا بالكم بالتاريخ الشام مهمة جدا في 18 يوليو 2022 أرسل فيفا خطابا ثانيا يطلب فيه تأكيد على انتقال اللاعب دون سند للقيمة المالية لانتقاله فردت اتحاد الكرة في نفس اليوم بأن الانتقال تم على سبيل الاعارة في 31 يناير 2021 ثم تحولت الاعارة إلى قيد نهائي في 16 أكتوبر 2021 وقد تم ارفاق صورة من العقدين الاعارة والقيد النهائي مع الخطاب المرسل للفيفا يعني الاتحاد الدولي عنده كافة المعلومات فيما يخص هذا الأمر ده الوضع بالنسبة لقصة سيف الجزيرة